هو اخبار الدولار في السوق السوداء يا جماعة عندك في السوق السوداء كام بقى واحد وستين ولا اتنين وستين ولا زاد ولا قل ولا ايه لانه الموضوع بصراحة صعب يعني طالع طلعها جمدة جدا وكل يوم بخبر وكل يوم برقم والقصة بتخرج عن السيطرة والنظام مش قادر انه يسيطر على موضوع الجنيه والدولار في السوق السوداء تعال نشوف الخبر ده من مصراوي اللي بيتكلم عن سعر السوق السوداء في مصر بيسجل مستوى تاريخي جديد قفز سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة خلال تعاملات اليوم مقابل الجنيه بنحو تلاتة جنيه دفع واحدة ليتراوح ما بين واحد وستين واربعة وستين جنيه حضرتك متخيل معايا الرقم صح احنا بنتكلم ان الدولار بيوصل لواحد وستين واربعة وستين جنيه النهاردة يعني الناس اللي كانت بتقول السنة اللي فاتت ان احنا رايحين على الاربعة وسبعين وعلى مين جنيه ما كانوش بيهزروا الناس لما حصل موضوع لبنان وبدأوا يتكلموا فيه وقالوا يا جماعة انتوا رايحين في دهيا ما كانوش بيهزروا يعني ستيف هانكي لما طلع معنا في اخر كلام هنا في اول ظهور لي على الشاشات العربية في يناير الماضي السنة اللي فاتت واتكلم ان صندوق النقد الدولي جاي يضمر لاقتصاد المصري وحكى لحضراتكم عن تجارب كتيرة جدا ان صندوق النقد افلست دول ودمرت اقتصاد دول ما كانش بيقول اي كلام وطلعوا ايام هاي اشتموه يقولك ستيف هانكي وروبرت سبريمبرغ وقسامة جويش بيجيب ناس اخوان محدش يعرفهم في امريكا وبيقول عليهم خبار اقتصادي ده استاذ جامعة في زون هوبكنز والتاني مش عارف مدير معهد دراسات ايه في ايطاليا ومحاضر في جامعات ايه لكن مش دين قصة هي القصة دايما ان احنا حلوين قصة دايما ان احنا ما عندناش مشكلة بس واضح يا جماعة ان الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا في مشكلة حقيقية والمشكلة دي هم خلاص بقى معترفين بها تماما ومش عارفين يسيطروا عليها ومش عارفين يحلوها وهنعرف كمان شوية ليه بقول الكلام ده لكن تعالوا نشوف زياد داود خبير والباحث الاقتصادي في بلومبرج الحقيقة كتب النهاردة ثريد مهمة اوي عن خمس اشياء سلبية حدثت هذا الاسبوع في مصر في اسبوع واحد تعالوا نشوف ابرز الحاجات اللي حصلت في السوق المصري يتداول الدولار عندما يقرب من 64 جنيه في السوق السوداء المعدل الرسمي لسه زي ما هو 30 جنيه و90 ارش خسر حوالي 50% من قيمته من 2022 وبعض الصفقات بتتم عند مستقى 75 جنيه ده ما فيه ناس بتعمل الدولار بتبيع الدولار ب75 جنيه طيب الحاجة التانية اللي حصلة في الاسبوع ده ان مودز خفرت التوقعات الاقتمانية لمصر من مستقرة الى سلبية ده معناه وفقا لبلومبرج واتكلمنا في الموضوع ده مبارح ان الوكالة بتعتقد ان مخاطر التخلف عن السداد مرتفعة للغاية وفيه صعوبة اعادة التوازن للاقتصاد الكلي واستقرار سعر الصرف وناخد بالنا من السطر الاخير ده عشان مندوب المبيعات السعودي عمرى قديم طلع ان بارح تكلم عن حاجة شبه دي هنا زياد داود في بلومبرج بيقول ان الدعم الخارجي قد يكون غير كافي لمنع اعادة هيكلة الديون فقد يكون الدعم الخارجي غير كافي جميل ايه الحاجة التالتة السلبية اللي حصلت في الاقتصاد المصري الاسبوع ده شددت البنوك القيود على السحب بالعملة الصعبة البنوك شددت القيود على معاملات بطاقات الاقتمان الدولية وعملوا حد للسحب يتراوح من خمسين لتلتمائة دولار يومي كحد اقصى مش عايزين حد يسحب دولارات خالص تفاق معاجز صافي الاصول الاجنبية للقطاع المصرفي لسبعة وعشرين مليار دولار الخبر الرابع اللي كان سيء جدا على الاقتصاد المصري كان مجموعة الشايع الكويتية اللي قيدت نشطها في مصر واغلاقت مجموعة من المتاجر اغلاق خمسة علامات تجارية بما فيها ديبن هامز وتقليل فروع ثلاث علامات اخرى اغلاق متاجر ده بادي شوب ومودر كير والاغلاق الجزئي لاتشند ايم وفكتوريا سيكرت وامريكان ايجل وانهاء خدمة تلتمائة خمسة وسبعين موظف من اجمالي الفين في اتناشر علامة تجارية الحاجة الخمسة السيئة اللي حصلة في الاقتصاد المصري الاسبوع ده هي حرب اقليمية لا تساعد مصر المشاكل في باب المندب انخفضت بسببها ايرادة قناة السويسة 40% الاراد من الغاز الطبيعي الاسرائيل انخفض بعد توقف الامدادات قبل رجوعها تاني في بداية الحرب والسياحة تراجعت الاشهر اللي فاتت بحوالي ستمائة ستمائة الف سائح اللي عايز اقوله هنا ايه الراجل اتكلم على خمس مشاكل صح وان احنا عندنا الشايع والاقتقيد السحب من البنوك وعندنا كذا حيا كمان لكن الاعلام المصري في حضرة الانتاج لو سألتوا النهاردة ايه المشكلة عندنا هيقولك النقطة الخامسة بس في حرب اقليمية خارج عن اراداتنا طب الاربع اللي فاتوا طب الدولار اللي انت كنت بتعوم طب الجينية طب السوق السوداء طب الشايع الشركات اللي بتنسحب عشان مشاكل اقتصادية طب انت تقييد الفلوس لا احنا عندنا حرب اقليمية طب يا استاذ ما هو فيه حاجات تانية انا ما عنديش مشاكل غير انه فيه كورونا حرب روسية اوكرانية احمر التنطاوي ودلوقتي الحرب بتاعت غزة بس انا مليش علاقة به فخليكوا لو هتفضلوا في الوضع ده مش هتحل الازمة ويمكن دللل استاذ عمرق ديب مبارح منذوب المبيعات السعودي كان بيتكلم فيه في برنامجه وقال رسالة المهمة قوي تعالوا نسمعها يبقى عمر بيقول ايه اللي ماسمعوش نطلع كده الكلام الحملة تقيل قوي الفلوس اللي عليك كتيرة جدا فانت لازم تعمل حاجة طيب ايه الحاجة يا استاذ عمر تجيب الفلوس من بره لازم يجيلك فلوس من بره مبلغ من الخارج معتبر وتوقفه عن التعجب توقفه عن الملل توقفه عن الشكوى لان الوضع مستمر شوية لو خدنا الكلام ده من انه مواطن مصري فهو انا بيقول ايه مواطن مصري بيشرح الحالة فبيقول ان الحملة تقيل قوي بيتكلم ان احنا علينا فلوس كتير فبيوصف كمان المشكلة بيدي الحل ان انت لازم تجيب فلوس من الخارج بعدين بيعجزك بيقول لك انت لازم يجيلك مبلغ من الخارج الموضوع مش من الداخل وبعد كده بيوجه مجموعة من الرسائل للناس بلسان النظام توقفه عن التعجب من سعر الدولار في السوق السوداء توقفه عن الملل توقفه عن الشكوى من زيادة الاسعار الوضع مستمر شوية فدي خطاب مواطن مصري زي وزي مصطفى مدبولي لما قال ان الازمة قعدة سنة ونص لا ست سنين طيب لو خدنا الكلام من منظور مندوب المبيعات السعودي ان اللي بيتكلم ده مواطن سعودي همه ومصلحته الاولى هي ايه هي مصلحة بلده السعودية انا شرحت لو هو مصري هنفهمها ازاي لو هو سعودي نشوف الحملة ايه الاوي بيعجزك انت ضايا الفلوس اللي عليك كتير جدا يا شحات يا حقير ياللي مش عارف تعمل اي حاجة انت لازم تعمل حاجة تجيب فلوس من ايه تعالي تجيبها من برا احنا معانا الفلوس تعالي واحنا نقولك تعمل ايه طيب لازم بيأكد المعلومة تاني بيأكد التعجيز تاني بيأكد الرسالة السعودية تاني لازم يجيلك مبلغ من الخارج معتبر خلاص بعدين الجزء الاخير بقى توقفوا عن التعجب عن الملل عن الشكوى لان الوضع مستمر شوية يعني بيقولك انت رحت في داهية ما عندكش اي مساحة للمروغة ما فيش اي مساحة للتفاوض لا فيه عجب ولا تعجب ولا ملل ولا بتاع هقولك هشتري المطار هتديلي المطار هقولك هشتري الميناء هتديلي الميناء هقولك هشتري الاصر هتديلي الاصر لا فيه ملل ولا تعجب ولا شكوى الموضوع مطول وانت راح في داهية وانا مندوب مبيعات سعودي جاء خلص معك حضرتك خد الصيغة اللي انت عايزها حابب تسمع عمرك مواطن مصري غيور على بلده بيتحدث باسم النظام انا شرحتها لك حابب تاخد عمر على انه مواطن سعودي جاي يعجزك ويقولك رسالتين من طال عمره عشان يشتري بيهم حاجتين عندك برضو انت حر فسواء كده او سواء كده الاصر عمر موجود عنده يعني المصري والسعودي وانت الحقيقة ليك الحق انك تخطئ